الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ثم أما بعد هل يؤخذ الإنسان إذا لم يخشع في صلاته؟ أقول بالله التوفيق الخشوع ينقسم إلى قسمي خشوع الأعضاء وخشوع القلب خشوع الأعضاء النسان طول مواف يعني أعضاه خاشع لا يعبث بلحيته لا يعبث بثيابه لا يعبث بشعره ده اسمه خشوع الأعضاء أما خشوع القلب أن يعيش الإنسان وهو في صلاته لا ينشغل إلا بربه عز وجل لا يفكر لا في أمر الدنيا ولا في أي شيء يشغله عن ربه عز وجل ده اسمه الخشوع بالقلب طيب هل الإنسان يأثم إذا لم يخشع؟ أقول بالله التوفيق كلما كان الإنسان أكثر خشوعا لله كلما كانت صلاته أعظم قرب إلى الله عز وجل قال الله في صدر صورة المؤمنين قد أفلح المؤمنون من هم يا رب المؤمنون الذين أفلحوا؟ أول حاجة من صفاتهم الذين هم في صلاتهم خاشعوا قلت الخشوع؟ خشوع أعضاء وخشوع قلب طيب الإنسان لا يستطيع أن يخشع أو يخشع شيئا ما ثم يعود إلى أمور الدنيا ثم يخشع ثم يعود هكذا هي طبيعة البشر نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق أقول وبالله التوفيق كلما جاهد الإنسان نفسه في ألا ينشغل بأمر الدنيا وكلما شغل الإنسان نفسه بربه في صلاته كلما كان الأجر أعظم لكن حتى وإن اختلس الشيطان من صلاته وذكره بالدنيا فهو بإذن الله لا يأثم بإذن الله لا يأثم ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم ربا قائم ليس له من صلاته إلا عشرها أو إلا تسعها أو إلا ثمونها أو إلا خمسها ليه؟ كلما الخشوع يزيد كلما ثواب الصلاة يزيد وكلما الخشوع يئل كلما ثواب الصلاة يئل لكن الإنسان يأثم بإذن الله لا يأثم بإذن الله لا يسمع لكن يجاهد نفسه في أن يخشى على الله عز وجل لأنه سيقف يوم القيام في محكمة أحكم الحاكمين قال الله عز وجل عن هذه المحكمة اسمع اليوم تجز كل نفس بما كسبت اسمع لا ظلم اليوم إن الله سريح حساب فعلى قدر صلاتك وعلى قدر خشوعك وعلى قدر تعظيمك لأمر الصلاة على قدر الأقوف بين يدي الله عز وجل لكن هل يأسم؟ وبإذن الله لا يأسم لكن يجاهد نفسه يجاهد نفسه في القشوع تقبل الله منكم صالح الأعمال إنه ولي ذلك والقضر عليه